المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذه الحلقة التي نجيب فيها على سؤال هل أخطاء الإخوان المسلمون بالاشتراك في الانقلاب العسكري في يوليو عام 1952 التي تشاع إعلاميا بأنها ثورة يوليو 1952 التي قادها جمال عبد الناصر في مصر الإجابة لم يخطئ رغم أن المخابرات الأمريكية هي التي نفذت الانقلاب وكان الإخوان المسلمين مجرد حشو مدافع في هذا الانقلاب وفي النهاية هذا الانقلاب أخذهم وحل الجماعة ورموهم في السبون ونكل بالإسلام والمسلمين في مصر وما إلى ذلك إلى آخر ما نعرف الإجابة لم يخطئ الإخوان المسلمين الانقلاب كان لعبة من المخابرات الأمريكية نعم طب فيما الخطأ الخطأ في أن الإخوان المسلمون لم يعرفوا أنهم في لعبة يعني أي ثورة لابد أن تتداخل فيها المخابرات بمعنى إذا إحنا اليوم قررنا أن نقوم بثورة مخابرات الأمريكية تخش فيها وإذا كانت المخابرات الأمريكية تقوم بثورة أو انقلاب يجب أن ندخل فيها خطأ الإخوان المسلمين إيه؟ هو أنهم لم يعرفوا مش أنهم مشتركوا في الانقلاب أنهم لم يعرفوا أن المخابرات الأمريكية مشاركة معهم في خلع الملك فاروق وهذا سيؤدي إلى نتائج كارثية يعني أنت مفروض أنت ماشي في الطريق وعارف أن فيه حرامية ولصوص وذئاب وبلطغية وكذا مفيش مشكلة أن الطريق يكون فيه حرامية ولصوص وذئاب لكن تبقى عارف أن الطريق فيه هذا ثم بقى تشيل معك أسلحة مط وسينجا رشاج بندوية وتسير في الطريق إنما لو أنك تسير في الطريق وتظن أنه آمن في الحالة دي هيسلح دمك وهيتبحك يمعلم واشربه من دمك وهذا ما حدث في انقلاب يوليو 1952 قي نوضح الأمور أكثر اعتلاء الرئيس مرسي للحكم وفي اعتلاء الرئيس المسلم أردوغان للحكم ما لدينا رئيسان اعتلي الحكم بالانتخابات هل يعتلي الحكم بالانتخابات فقط؟ الإجابة لا في حالة الرئيس مرسي وده سبب فشلنا في مصر وسبب نجاح أردوغان في تركيا نحن في مصر توهمنا أننا نحن الشعب الذين أتينا بمرسي إلى الحكم واحنا لعدنا الرئيس احنا الذين نحن انتخابناه في انتخابات حرة ونزيل وأغفلنا تماما دور المخابرات الأمريكية وأن المخابرات الأمريكية هي من أمرت العسكر المجلس العسكري وهؤلاء العسكر بأن يسمحوا بهذه الانتخابات الحرة الناديها المش عرف إيه ويتركون الرئيس مرسي يصل إلى الحكم يعني هما فتحوا البوابة ودعونا نمر فتوهمنا نحن أن البوابة مفتوحة من الأصل أو الأساس وهذا خطأنا وسبب الانقلاب العسكري وفشلنا في التصدي له إن احنا فكرنا أن البوابة مفتوحة وإن احنا عبرناها بإيه بفضل قوة أقدامنا ونحن شغلين إن في واحد مستخاب وورا فتحنا وفي وقت ما سيغلق فنحن ضمننا إن رئيس مرسي جيب الانتخابات وبالتالي مخدناش إيه لكن في حالة تركيا المسلمة الرئيس المسلم أردوغان ماذا يفعل؟ هو الشعب انتخبه عام 2002 الحزب يعني انتخب حزب أردوغان ولكنه كان يعلم أن الدولة العميقة اللي بتديرها أمريكا في النهاية هي ما انتركت الباب مفتوحة كان ممكن تظهر الانتخابات كان ممكن تعمل انقلاب عسكري وتبناء أصلا من أصول الحكم كان من الممكن أن تقتله في أول أيام خالص فهو لما أدرك أن له شريك في الحكم وأنه الشعب وشريكه في الحكم اللي هما بقى الدولة العميقة التابعة في النهاية للأمريكان يعني هنا ماذا فعل؟ بدأ يخدع هذه الدولة العميقة فمثلا وجدنا زار إسرائيل وتصور مع شرون والسوزة قال لك شوف تصور مع شرون وكده إنما كان هذا كله في إطار أنه يخدع الدولة العميقة ومدرك أن الشعب أتى به والدولة العميقة تركت الباب مفتوحة له كي يمر لأسباب ستناولها في حلقة أخرى فبدأ يخدع ويجذب هذه الدولة العميقة ويتظاهر أمامها بأنه يحقق ما في مخيلتهم وبعد ما تمكن راح ضربهم بالجزمة نحن في مصر لأننا من هذا الموضوع أخطأ نعود لانقلاب يوليو 1952 كما قلنا هو لعبة من المخابرات الأمريكية طب لو الإخوان علموا أن المخابرات الأمريكية التي تنفذ انقلاب وشاركوا فيه حتى فيه الضابط هو من الإخوان المسلمين الذي حاصر قصر الملك فاروق كان هو قائد القوات المحاصرة لقصر الملك فاروق اسمه عبد المنع عبد الرؤوف كتب مذكراته اسمها ايه؟ أرغمت فاروق بالتنازل عن العرش وفي الحقيقة الذي أرغم فاروق هو السفير الأمريكي حتى صديق يعني كان أرسل لي للسلام من يومين وقال لي فيها من المصيبة أو الكارثة أن نتوهن أن نكون نحن من يجر العربة ونتوهن أننا إحنا اللي رجبين الحمار اللي ساء العربي يعني إحنا متعلقين في العربية وينشد ومفكرين أن نحن اللي رجبين الحمار وبنقطة فأنا ما عنديش مشكلة نكون إحنا اللي بنجر العرب لكن نكون مدركين أننا نحن الذين نجر العرب ليست هناك مشكلة في أن نكون في لعبة تدبرها المخابرات الأمريكية المساد الإسرائيل وما إلى ذلك لكن عادي عادي جدا أن نكون طرف في لعبة وماذا لكن المشكلة أن لا نكون ندرك أننا في هذه اللعبة يجب أن ندرك أننا فيها وبالتالي لما نبدأ عارفين أننا في لعبة ومن الأطراف التي تلعب معنا نبدأ ناخد القرى لصلاحنا ونتعامل مع الموقف هجب نموذج بيحدث في حياتنا اليومية أنه هل إحنا عشان المخابرات الأمريكية مشاركة في انقلاب أو في ثورة فنبتعد عنها لا بل لاش دعوة الانقلاب ده أمريكا اللي عامله لا بدليل أن أنت حضرتك مثلا في دور تحفيظ القرآن الكريم في مصر أو في العالم الإسلامي المخابرات الأمريكية راي تفتحي الضرافة حتى تطلعC فهل ن fashion نغلق دور تحفيظ القرآن الكريم اللي تبعنا لأنه أمريكا شغل في مجال دور تحفيظ القرآن الكريم لا امريكا عملت المشيخе السلفية المدخلية والإدارات الجامعة وهؤلاء فهل المشيخ stakesجلون ويحلقون الإحاكم لأن المخابرات الأمريكية تلعب في الملعب بتاعهم لا اننا مفروض نبعارفين من معنى في الملعب وماذا يفعل وكيف طيب هنجيب بس انه في ثورة يناير نفس الامر تقرر وفي قتل السادات في قتل انور السادات انه خالد الاسطنبولي الضابط الذي قتل انور السادات وتنظيم الجهاد الذي يقوده عبود الزمر ويعيش في مصر حاليا هم تخيلوا انهم من قتل انور السادات ونحن معهم تخيلنا انهم من قتل انه ده متصار بسط وصورة على الهواء في بس تلفزيون على الهواء لكن الحقيقة ان المخابرات الحربية في مصر والمخابرات السعودية ويقن ان المخابرات الامريكية من خلفهما وسعد حلقة عن ذلك خلال ايام بزناء ان شاء الله هي من قتلت انور السادات واخرجت المسرحين هنا لماذا انا واسمع عبود الزمر وبيتحدث انه كان بيخطط لعمل ثورة اسلامية مسلحة انه يقتل انور السادات والقادة العسكر اللي عاديين في المنصة ثم تنطلق الجمهية وفجأت ان اللي وقفه ادعى اللامي الذي كان في مباحث امن الدولة في ذلك الوقت يقول ايواء الشعب كان مهيئ لثورة اسلامية ولو كانوا قد خرجوا لخرج معهم الشعب فهنا بيلعب على المسرح المخابرات الامريكية تنظيم الجهاد النصارى النصارى رحبوا جدا بقتل انور السادات طب تنظيم الجهاد فاهمين هو قتل انور السادات لانه كافر ماشي طب والنصارى لماذا هللوا لقتل انور السادات وحكام الدول العربية اللي هم عملاء للمخابرات الامريكية والاسرائيلة هللوا ازاعوا الاغاني احتفاءا بمقتل انور السادات ايه دا انتوا متفقين ما يعني ترحبون بالتنظيم الجهاد وما فعلوا قالوا ايواء انتوا عملاء امريكا قالوا ماله حتى الشيعيين الشيعيين قام هيصوا جدا لمقتل انور السادات فطبعا اجتمع كل الاضاب فالموضوع كده مش لما تلاقي انه جنبك خامورجي طالع وحشاش وعمل بتاع المساد الاسرائيلي المخابرات الامريكية وانت راجل حفظ الكورم في الوسط وكلكم تسيرون في اتجاه واحد لخلع السيسي مثلا يبقى المسألة غريبة ايش كده ولا ايه لان الخامورجي والحشاش وبتاع المساد الاسرائيلي مدقهم فيين السيسي عميل يعني والله انور السادات عميل والغير يعني فما فيش مشكلة ان احنا ايه احنا رحين نخلق السيسي تمام بس ان بعرفين البناء ادمين اللي جاين معنا دول جاين ليه انما ان احنا ما نفكرش وخلاص ولا ممنوح تطرح هذه الاسئلة تقوم ناخد على افانة كما حدث انقلاب يوليو 1952 طيب نعود لقاعدة انه اي حدث في حد ذاته ليس سلبيا ولا ايجابي يعني ايه نحن الان لما تيجي تقول لحد ايه احنا هندخل في حرب اقول لك يخربتك هتودينا في ده يالله يخربتك حرب ايه ابعيد انت جايب الخراب والضمار والشنار وكذا صح؟ فاندلاع الحرب حاجة بالنسبة لنا حدث زي الزفت زمان المسلمون الاوائل في عهد خالد بالوليد رضي الله عنه وفي سيدنا وبقر الصديق والصحابة وحتى في الجيش العثماني كان الجنود يتمردون لانهم لم يدخلوا حرب لك وحنا عادين كده زي النسوان هاللي ايه ازاي ما نحربش ايها كان الجنود يتمردون في التاريخ الاسلامي لانه من دلعين عوزين حرب عوزين حرب تخيل لماذا؟ لان الحرب عندهم كانت مناسبة مفرحة يعني ايه تخيل انت مثلا ايه رحت الجيش المصري اعلن الحرب وراح ايه فتح ايطاليا فبقت مصر دولة كبيرة وبعدين فتح فرنسا وبعدين فتح بريطانيا وبعدين فتح بريطانيا بقيتها مش عارف قد ايه تمام ويخش لك خيرات والخزنة والدولة والدنيا اتناعني شو تبه زي الفولي فييجي هم وقولك ليه بقى احنا ما نحربش وصلا نفتح الماني ده كانت عقلياتهم في ذلك الايه الوقت ان الحرب مرتبطة بمعنى ايجابي وحدث ايجابي ويبفرحانين انهم مراحين حرب احنا بقى في عصور الانحطاط لما هزمنا وكل ما نخش حرب ننضرب على افانه ونخسر ونهزم واراضينا التضيع فبقى احنا كل ما في حرب احنا هنموت هنقتل هننزلها هنضرب بالجزم فاصبحت الحرب المشكلة ليست في الحرب انما في ادارة الحرب حربنا في سبعة وستين يتهزمنا من اسرائيل واحتلت اراضينا فلاو المشكلة في الحرب لم نكن نحارف في سبعة وفي تلاتة وسبعين ونحرر سينة يعني وفقا للجواهة الرسمية لماذا؟ لان الحرب حاجة وحشة وممكن نتزم تاني المشكلة ليست في الحرب انما المشكلة في ادارة الحرب فليست المشكلة في الانقلاب انما في ادارة الانقلاب ليست المشكلة في الثورة انما في ادارة الثورة طيب وآية ذلك ان الانقلاب العسكري حاجة حلو ولا وحشة وفقا لعقلية نحن حاجة وحشة لكن وفقا لعملات المجرده هو حدث ليس سلبي ولا ايجابي نحن من سيستغلوا اذا قدرنا بشكل جيد هيبقى حدث ايجابي كنموزج ايه اردوغان في تركيا انقلاب العسكري في تركيا مصيبة كارسة حدث سيء مش كده دلوا عقلياتنا لكن اردوغان وادارته استطاعت والاتراك ان يحولوا هذا الحدث السيء الى حدث ايجابي جدا واستخدموا هذا الحدث في انه هم يدمروا الدولة العميقة للامريكان في تركيا يعني فاصلوا تقدر تقول 200 الف ما بين ضاب الجيش على شرطة على موظف على قضاء على معلمين على مدرسين على يعني مشاته تمشيت كبير جدا دمروا الدولة العميقة للمخابرات الامريكية في تركيا بمناسبة يعني اللي كان اردوغان هيقعد يعمله في 30 سنة بسبب سوق تخطوط الامريكان هذا الانقلاب العسكري عليه هم يعني سهلوا مهمته في سنة او 6 شهور طيب انقلاب السيسي لو احنا احسننا ادارته والله كنا فككنا العسكر وعملنا جيش جديد وضيعنا دولة امريكا في مصر طيب نعود بقى الى انقلابنا الاساس الذي تحدثنا عنه انقلاب يوليو 1952 اذا كان الاخوان المسلمين قيادتهم في ذلك الوقت وده مأمنه يقيدتهم وكيف جاءت وكذا هذا موضوع اخر يعني لو قيادته كانت تدرك ان المخابرات الامريكية هي من خلعت الملك فاروق وانهم كاخوان داخلوا في الحكاة دي عشان يخلعوا الملك ويسرؤوها من الامريكاة ارجو مشاهدين ان تكون الصورة قد وضحت والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته